السلام عليكم ورحمة الله نتخص البلاتلت واللايب سبان وهنركز اكتر على الاستراكشور سواء كان باللايت مايكروسكوبي او بالالكترون مايكروسكوبي واهم حاجة نتعرف على البلاتلت جرانيولز والكونتنت بتاعتها بازن الله اول حاجة معنا النهاردة بالنسبة البلات بلاتلت او سرومبوسايت لما نجي نشوف هي عبارة عن ايه ادينا فكرة المحاضرة اللي فاتت عن البلات فيلم والمسبوق بلشمنستين وما بنبدأ نشوف الخلايا فيه بتبقى موجودة ازاي بعض الخلايا زي الريد بلات سيلز ودي الميجوروف سيلز اللي موجودة في البلات فيلم قلنا ان هي بتبقى ديبلي بينك او ديبلي اسيدوفيلك وفوسطها بلاي بعض الخلايا بوز بروميننت لبيوليتد نيوكليوي اند جرانيولار سيتوبلازم اللي هما ليكوسايت بمختلف انواعهم سواء كان جرانيولار او ايه جرانيولار واحنا بنبص كده في البلات فيلم بنلاقي فيه areas حتت كده صغيرة اللي هي زي اللي بيشاور عليها الساعة من دي دلوقتي ما نقدرش نقول انها نيوكلييتد ولا هي تقدر تدي نفس حجم خلية من الخلية لجنبها لكن بالعكس انا ممكن اقول عليها افويد نون نيوكلييتد سيتوبلازميك فرجمنت حتت كده من السايتوبلازم يبقى البلات بليتلت تعرفها نون نيوكلييتد سيتوبلازميك فرجمنت ليه سيتوبلازميك فرجمنت وليه نون نيوكلييتد هنشوفها حالا لما نجي نشوف التصنيع بتاع البليتلت وهتاخدوها بالتفصيل اكتر كمان في محاضرات البولمارو يبقى تعرف البليتلت او السرومبوسايت هي نون نيوكلييتد سيتوبلازميك فرجمنت هي مش خلية حقيقية لكن هي عبارة عن سيتوبلازميك فرجمنت جاية منين؟ جاية من الخلية في البولمارو اسمها ميجا كاريو سايت ميجا يعني كبيرة كاريو نسبتها نيوكليس فيها لارج نيوكليس اسمها ميجا كاريو سايت من الميجا كاريو سايت بيبدأ يظهر عندي او يتكون منها البليتلت زي ما احنا شايفين هنا في الصورة تكوين البليتلت ببساطة لان انت هتغضب التفصيل في البولمارو عند الميلويد استمسل تبدأ تدينجين ميجا كاريو بلاست والميجا كاريو بلاست الديني ميجا كاريو سايت من الميجا كاريو سايت بيبدأ يظهر عندي بروساسس بيسموها برو بليتلت او البليتلت بريكيرزر اكستنشن دي تبدأ تنفاصل من خلال فراكشور لاينز معينة وتبدأ تديني سيتوبلازميك فرجمنت اللي هتترجم بعد كده على هيئة بليتلت الصورة اللي على اليمين دي بتوضح الميجا كاريو سايت بالفولد نيوكليس بتاعتها في صورة تانية هتقابلنا حالا هي الصورة دي دي صورة بترانسميشن إلكترون ميكروسكوبي للميجا كاريو سايت ايه اكتر حاجة برو ملنت واضحة معانا هنا اللي هي متكبرة في الدائرة اللي قدامنا شايفين الخطوط دي كلها دي كلها دي ماركيشن لاين او فراكشور لاين اللي هي باينة متكبرة بالاروس دي دي عبارة عن ايه كان زمان بتقال عليها دي الفراكشور لاين او دي ماركيشن لاين لكن بعد كده دي انفوجينيشن من السيل ميمبرين المحاتة من السيتو بلازم اللي بيبقى موجود جواها الارجينيلز والجرانيولز اللي هتكون لي بعد كده الكونتون بتاعت البليتلث وبعد كده تبدأ تبقى اكستيندد وصبورت بالميكرو سبيول فتديني البروب ليتلات اللي هتنفصل بعد كده وتديني البلات دي طب بقى الميجا كاريو سايتد نيوكليوس والبقى الارجينيلز او بقى الحاتة من السيتو بلازم اللي ما تحولتش لبروب ليتلات هتروح فين؟ هتبدأ تدخل بقى أبوبتوزيسOD والمكروفاج تخلصت الجسم منا دي صورة تانية بتوضح تكوين البليتليت من الميجا كاريوسايد برضو كل ده مش مجال كلامنا في المحاضرة النهاردة انت هتاخدوا الكلام ده in detail في البون مارو ده ببساطة خالص دي الميجا كاريوسايد وتبدأ تس من خلال المايكرو تيبيول يبدأ يظهر عندي أولونجيشن من السايتو بلاسم والأولونجيشن ده بيبقى سبورت باي مايكرو تيبيول دي لها البندينج والبرانشينج انز تبدأ تديني برو بليتلت ريليز البرانشينج انز دي اما تبدأ تنفصل تديني اللي هي البرو بليتلت دي عبارة عن هي عبارة عن سلممبرين مغطيلي حتة من السايتو بلاسم والسايتو بلاسم ده في بعض الأورجنالز وفي بعض من كمبوننت أو في سايتو سكيلتون وبعض الدينس جرانيولز اللي هم بعد كده هيتحولوا الى بليتلت يبقى البيتلت بتيجي منين هي عبارة عن سيتو بلازميك فراجمنت أوف ميجا كاريوسايد طب الميجا كاريوسايد دي موجودة فين يا جماعة موجودة في البون مارو طب هي بتدي البلاتلت فين هي الميجا كاريوسايد بتبدأ تيجي وتبدأ البروسيس بتاعتها دي تدخلها في البلات سينسويد وتبدأ ريليز البلاتلت وزنز بلات يبقى دي اول نقطة كده اللي عايزين نعرفها عن بلاتلت بتيجي من خلال اسمها ميجا كاريوسايد طب البلاتلت هي عبارة عن ترو سيل لا دي عبارة عن سيتو بلازميك فراجمنت الديامتر بتاعها من اثنين لاربعة مايكرون النومبر بتاع البلاتلت هو رينج من مية وخمسين الف الربعمائة الف سيل بيركيوبك ميليميتر مهم ان انت تبقى عارف حاجة زي كده بحيس ان انت في شفت صور الدم ولاقيت فيه ابنورمال نومبر اوف بلاتلت هل هي لو بلاتلت ممكن البلاتلت يبقى داخل في سرومبوسايتوينيا ولا البلاتلت عالية ممكن يدخل في يبقى عارف الرينج النورمال بتاعها من مية وخمسين الف وربعمائة الف سيل بيركيوبك ميليميتر اللايف سبام بتاعها من خمس لعشرة ايام وده الابليكيشن بتاعته لما تجي تتكلم على بلات المنت ترانس فيوجين اما اجي اتكلم بقى على بلاتلت بلاتلت يبقى انا لازم اتكلم على بلاتلت باللايت ميكروسكوبي وبالالكترون ميكروسكوبي باللايت ميكروسكوبي هعلق عليه انا اما قلت التعريف بتاع البلاتلت قلت سيتو بلازميك فرجمنت يعني انا عندي سيتو بلازم متحوط بسيل ميمبريين يبقى انا هعلق على السيتو بلازم وهعلق على السيل ميمبريين بالنسبة لما اجي اشوف البلاتلت باللايت ميكروسكوب يعني لما اجي اشوف الصورة اللي على اليمين دي كده واجي اوصف الخلايا بالليت ميكروسكوب هقول هي عبارة عن ايه يعني ادي خليها كده وشايفها بالليت اوصفها ازاي هابدأ اقول شكلها شكلها اوفويد اوفويد هل الجزء اللي في السنتر ده نيوكليس لا ده مش نيوكليس يبقى هي اوفويد نون نيوكلياتد ماس اوف سايتو بلازم يبقى لما ايجي بص على اي خليها بالليت ميكروسكوب ابدأ الاول اوصف شكلها هقول ان هي اوفويد non-nucleated mass of cytoplasm حلو طب لما أنا بسّط عليها عايز أدقى فيها أكتر بقى cytoplasm ده لاحظت أن فيه منطقتين اتنين منطقة أو area يعني mere لفظ mere يعني منطقة أو area فأنا لقيت أن فيه منطقة على البريفري تعتبر transparent شفافة لونها pale blue فاكملنها شفافة وبال blue فسموا المنطقة دي احنا قلنا منطقة يعني mere وهي شفافة وبال blue فسموها hyalumere وما جا بص في السنتر هلاقي منطقة تانية محببة purple in color محببة دي منطقة محببة فسميها granulomere يبقى لما جاوصة في البلاتلت بتباني زي بالlight microscope الشيب بتاع هي void non-nucleated cytoplasmic masses surrounded by cell membrane ويه بتتميز لمنطقتين اتنين منطقة اللي هي يعني mere البريفرال بارت pale blue transparent zone اللي هو hyalumere وcentral granulomere ده كده بالlight microscope أما جا أوصف الكلام ده بقى بالالكتر ميكريسكوب هناخد جزء جزء ونشوف مكوناته هتبقى زيه دي الصورة اللي موجودة في الكتاب عندنا بتبين البلاتلت باي لايت ميكروسكوبي ان هي عبارة عن بريفرال hyalumere اللي هو transparent pale blue وcentral granular part اللي هو الجرانيولومير باي الكترون ميكروسكوبي هبدأ شوف البلاتلت بتتكون من ايه احنا عنا هناخد جزء جزء من اللي احنا فسرناه بالlight ونبدأ نقول تفاصيله بالالكترون ميكروسكوبي قلنا ان هي عبارة عن avoid cytoplasmic masses surrounded by cell membrane يبقى انا عندي cell membrane وعندي cytoplasmic السلم membrane ده لما اجا شوفه بالالكترون ميكروسكوبي لقيت في حاجة جديدة او لقيت في حاجة مميزة اه لقيت ان السلم membrane ده عليه sick cell coat عليه sick cell coat ودي معلومة لازم تبقى اخدين بالكم منها وتبقى عارفينها كويس حد فاكر ايه هو cell coat اصلا خدتوفس انا اقول للسيل كوت ده كان عبارة عن يعبارة عن glyco calyx طب ده مهم بالنسبة لبلاتلت اه طبعا مهم للبلاتلت اجريجيشن وببلاتلت اديجن مع بعض يبقى انا اول حاجة بالاركترون ميكروسكوبي هعلق على السلم membrane ايه المعلومة اللي تهمني في السلم membrane هنا ان هي عليها sick cell coat او sick glyco calyx طب ندخل بقى عالسيتو بلاتلت احنا في اللايت قسمنا البلاتلت لمنطقتين اتنين peripheral hyalumere central granulumere هناخد منطقة منطقة من دول ونشوفها هي فيها ايه ال peripheral hyalumere اللي هي كانت pale blue transparent zone دي هل هي فعلا مفيش فيها حاجة لا ده هي فيها حاجة ماشية على نفس ال access مع بعض فعشان كده يعني مدياني كلهم ماشيين موازين لبعض فبانت كأنها transparent ايه بقى الحاجات اللي ماشية كلهم في line واحد او على نفس ال access مكونات ال hyalumere ببساطة كده هم حاجتين اتنين فيها component من السيتو سكيلتون وفيها membranous system طب ايه مكونات السيتو سكيلتون نفتكر كده مع بعض ايه هو السيتو سكيلتون اصل السيتو سكيلتون دي كانت element مسؤولة عن shape او support shape ومسؤولة عن movement طب السيتو سكيلتون كانوا 3 حاجات micro filament intermediate filament وبعد كده عندي microtubule انا عندي هنا اكتين وميوسين filament الاكتين والميوسين دول وظيفتهم ايه الاكتين والميوسين زي ما هنشوف في السلايد دي كده الاكتين والميوسين دول مسؤولين عن movement والaggregation of platelet طيب ايب احنا كده جبنا الميكرو فيلمنت طيب فيها كمان microtubule والMicrotubule موجودة parallel او تحت cell membrane مباشرة فبتعمل support وبتحافظ على oval shape of platelet يبقى احنا قلنا الهيالومير اللي هو بيبان transparent او بالبلو هو عبارة عن حاكتين اتنين موجود في حاكتين موجود فيه component مالسيتو سكيلتون اللي هم الاكتين والميوسين والميكرو تسيبيول وموجود فيه membrane membranous system المembranous system المembrane بتاع platelet قالك فيه حاجة اسمها open canalicular system وفيه dense tubular system المembrane بتاع البلاثلت فيه منه tubule electron dense خلاص هي دي dense tubular system electron dense irregular tubule والmembrane نفسه بييجي في حتة تانية ويعمل لي invagination والinvagination دي متصل بيها من جوه physical موجودة جوه السيتو بلازم بتبدأ تيجي تتحد بالinvagination وتعمل فيها exocytosis تخرج content بتاعت الجرانيولز بتاعت البلاثلت بيسموا system ده كده open canalicular system يعني يا جماعي ببساطة كده البلاثلت دي لما هنيجي نبدأ نشوف مكونات الجرانيولومير هنلاقي فيها dense membranous dense granules بتطلع secretions وبتطلع مواد مهمة جدا كتير طب المواد دي هتصنعها وتفضل مخزناها جوه نفسها كده وخلاص والجسم ما استفدش منها طب بيبقى ايه الفايدة ما هي لازم تخرج من البلاثلت للblood stream طب هتخرج ازاي هتبدأ تخرج من خلال physicals physicals دي تروح تمسك في الممبرانous invaginations وتعمل exocytosis تخرج secretion برا في البلاثلت يبقى الهيالومير قلنا هم عبارة عن حاكتين اساسيتين component of cytoskeleton لهم اكتين ومايسين ومايكرو تيبيول وممبرانous system الممبرانous system ده حاكتين dense tubular system ده electron dense irregular tubules وopen canalicular system of physicals connected لانفاجينيشن تدد من البلازمة ممبران فايدتها ايه facilitating libration of stored content of platelet ادي المايكرو تيبيول وادي الاكتين والميوسين دي الصورة اللي هي المرسومة عندكو في الكتاب بتبين دلوقتي هنشوف مكونات الهيالومير اللي احنا خدناها قلنا الهيالومير عبارة عن جزئين اتنين component من السيتوسكيلتون فين ال component بتاع السيتوسكيلتون ادي عندي الاكتين والميوسين وعندي المايكرو تيبيول وكمان عندي الممبرانous system الممبرانous system ده عبارة عن ايه dense tubular system electron dense dense tubule وopen canalicular system ان فيه invagination في السيل ممبران ومتصل بيها بعض الفيزيكلز اللي هي موجودة في الجرانيولومير تبدأ تيجي تمسك في ال invagination دي وتعمل exocytosis وتخرج للكونتنت بتاعتها برا في البلاد stream وابدأ بعد كده اعمل libration للبلاد لت كونتنت يبقى دي كده مكونات الهيالومير طيب نبدأ نشوف مكونات بقى الجرانيولومير الجرانيولومير هو الحتة اللي في النص دي طب انا شايف ايه في الحتة اللي في النص دي هو الاول اما جينا شفناها باللايت قلنا انها اريا محبيبة كده granular area او granular zone ايه اللي مخليه granular ان من الارجانيلز اللي موجودة فيه الجرانيولومير موجود فيه ارجانيلز وموجود فيه الممبرين bounded granules او البلاد لت نبدأ بالارجانيلز الجرانيولومير موجود فيه جلايكوجين جرانيول وده مهم جدا موجود فيه بيركززوم موجود فيه فيوم ميتوكوندريا يبقى بيركززوم وفيوم ميتوكوندريا وجلايكوجين جرانيولز وبالاضافة عندي الفيزيكلز اللي هي تعتبر اجزاء من الممبرين invagination او ال open canalicular system طب دول كده الارجانيلز الحاجات اللي موجودة طب موجود عندي بقى البلاد جرانيولز اللي هي membrane bounded جرانيولز البلاد جرانيولز دي من اهم الحاجات اللي موجودة ايه انواع البلاد البلاد جرانيولز اجبرهم اجبرهم هي ال alpha جرانيولز والmore dense المور dense عندي الدلتا جرانيولز وعندي lambda جرانيولز وكل حاجة من دول فيه content فيه حاجات خاصة بيها مهمة جدا انها تبقى موجودة نجي نشوف الصورة دي نشوف content او component of platelet الhyalumere وعندي الجرانيولومere نبدأ الاول بالهيالومير او الperipheralzone قلنا ان هو عبارة عن الperipheralzone زي ما احنا شايفين كده في عندي component of cytoskeleton ففي اكتين وميوسين ومايكرو تيبيول ودي المايكرو تيبيول ماشية بارال للسلم برين عشان تعمل support اللي هو avoid shape وعندي كمان من component بتاع الhyalumere المembranous system المembranous system ضع بارة عن open canalicular system اللي هو invagination من السلم وعندي dense tubular system يبقى دول كده component بتاع الhyalumere يبقى الcomponent بتاع الhyalumere قلنا cytoskeleton و membranous system والmembranous system dense tubular open canalicular system طب نيجي نشوف الcontent بتاع الhyalumere قلنا الhyalumere عبارة عن organel والhyalumere دور عبارة عن glycogen عبارة عن mitochondria عبارة عن bergzuzum وال physicals و العبارة عن platelet granules وال platelet granules عندي كم نوع ثلاثة عندي alpha granules اللي هما دول alpha granules و عندي delta granules و دي more dense granules و كمان عندي lambda granules اللي هما بيمثلهم الليزوزوم بالاضافة الorganules ادي mitochondria و دي عندي glycogen granules ماليين جوه الجرانيولومير صورة تانية بنوضح بيها بال electron microscopy الهايالومير وال granules هنا ايه اللي باين من الهايالومير باين اوي المايكرو تسيبيول وباين عندي ال open canalicular system والجزء اللي في النص ده الجرانيول موجود في موجود في glycogen granules موجود في mitochondria آدي الالفا granules كبيرة ودي delta granules اللي هي المور dense ايه granules تاني ادي كده الالفا ودي delta وده glycogen ودي مايكرو تيبيول وده open canalicular system ودي cell membrane invagination اللي متصل بالopen canalicular system ده كده بالاقتوم مايكروسكوبي اما بالليت مايكروسكوبي قلنا ان هي avoid cytoplasmic fragment non nucleated بال peripheral hyalomer central granulomer هنا بيعيد تاني component of granulomer قلنا الجرانيولومير عبارة عن حاجتين عبارة عن ارجانيل وعبارة عن البليتلت granules الارجانيل اللي موجودة mitochondria بيريزوزوم glycogen granule والفيزيكل اللي هي invagination من cell membrane والcell coat والmembrane bounded dense granules ايه هي بقى البليتلت granules زي ما احنا شايفين كده البليتلت granules فيه alpha وفيه delta وفيه عندي lambda granules الكونت بتاع كل النوع من دول اما نجي نشوف الالفا granules الكونت بتاعتها نسمع دلوقتي عن صورة حديثة كده في الطب هو استخدام البليتلت ريتش بلازمة او البلازمة الغنية بالصفائح الدموية بتسمع عنها فين؟ بتسمع عنها في الجلدية بتسمع عنها في العظام بتسمع عنها في حاجات كتير جدا هي ليه دلوقتي بقى بيلجاهم ان يركزهم ياخدوا البلازمة وياخدوا فيها كمية عالية او عدد كبير جدا من البليتلت ليه؟ علشان البليتلت نفسها علشان الحاجات اللي بتصنعها البليتلت وبيبقى لها دور كبير في الهيلينج وفي الريجين ريشن زي ايه؟ زي حاجة اسمها بليتلت درايفت جروس فاكتور والبليتلت specific protein الحاجات دي موجودة فين؟ موجودة جوة الالفا جرانيولز في الجرانيولومير أوف بليتلت يبقى لما اجا اقول ايه مكونات الالفا جرانيولز افتكر البليتلت ريتش بلازمة او البلازمة الغنيه بالصفاقه الدموية يبقى دي فيها البليتلت درايفت جروس فاكتور والبليتلت specific protein وازود معهم الفايبرينجن يبقى انا كده اتكلمت على الكونتنت بتاع الالفا جرانيولز يبقى الالفا جرانيول فيها بليتلت درايفت جروس فاكتور بليتلت specific protein والفايبرينجن طيب الدلتا جرانيولز الدلتا جرانيولز افتكر كده ادي دي دلتا اولها دي يبقى هفتكر الادب جبت ادب هجيب معاه الاتب طيب كمان الدلتا جرانيولز فيها الابنفرين والسيريتون الهرمون السعادة وطبعا فيها حاجة مهمة جدا 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 الكالسيوم ايونز يبقى تاني الالفا جرانيولز كان فيها بليتل درايفت جروس فاكتور وبليتل specific protein وفايبرينجن اما الدلتا جرانيولز فيها ADB ATB كالسيوم ايونز فيبرينجن and سيريتون طيب اللامدا جرانيولز اولها L يبقى دي جواها lysosomal enzymes او دي بتمثل الليزوزومز الخاصة بالبلاتلت يبقى دي الcontent of بليتلت جرانيولز نشوف بقى ايه المعلومات اللي قدرنا نحصلها كده من المحاضرة ونرجعها سوا لو جالنا سؤال مثلا نقول which one of the following is containing سيريتونين هل الالفا جرانيولز فيها سيريتونين ولا الدلتا ولا اللامدا جرانيولز برافو عليكم طبعا هي الدلتا جرانيولز طيب what is the best description of هيلومير هل هو central جرانيولر بيربلزون ولا هو البريفرال بال بلو ترانس بيرانت زون وفي الفا جرانيولز هو فعلا بريفرال وبال وبلو ترانس بيرانت زون بس في الفا لا فوش جرانيولز يبقى هو الاجابة بتاعتي هتبقى سي هو البريفرال بيل بلو ترانس بيرانت زون بكده كنت خلصت الجزء معاكم الخاص بالهيمتولوجي رب يكون أفدتكم وأي استفسار أو أي معلومة حصل فيها دفكت تحت أمركم في أي وقت سواء على الإيميل أو في القصف ويرب يكونوا استفدتم وبالتوفيق بإذن الله في حياتكم وفي باقي الكورس إن شاء الله